التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المجر كاتالين نوفاك جلسة مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخلال اللقاء استعرد رئيس السيسي الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشددا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هذا واتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهديئة في قطاع غزة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القصري والتجديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا يتوجه زير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك للمشاركة في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن غزة ضمن وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وقررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقد الجلسة لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فضلا عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأفاد مرأس للتلفزيون المصري بدخول أكثر من 150 شاحنة إغاثة عبر بوابة المعبر منذ صباح اليوم اشتركوا في القناة اعلنت مصلحة السجن الإسرائيلية أنها أطلقت سراحة 33 أسيرا فلسطينيا بمجاب اتفاق الهدنة مع حركة حماس يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد عشر محتجزا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل مشيرا إلى أن المحتجزين سيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل انضمامهم إلى أسرهم أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الخطوة مشروطة بالإفراج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين من غزة أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتني بلينكين سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وأوضحت رويترز أن المسؤول الأمريكي قال إن بلينكين سيشدد خلال الزيارة على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة كما سيناقش بمبادئ واشنطن المتعلقة بالحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وخلال أدائها اليمينة الدستورية بحضور الرئيس البوليفي لويس آرسي قالت سيليندا سوسا أنها ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة أعلنت بلغاريا أنها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى مقدونيا الشمالية من أجل حضور اجتماع وزري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوضحت وزارات الخارجية البلغارية أن التفويد التكلمسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة